منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الفصل الأول السنة النبوية ومكانتها في التشريع السنة النبوية ومكانتها في التشريع عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني للتشريع فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السنة النبوية وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل حيث يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ويقول سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ويقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ويقول سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ويقول سبحانه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ويقول سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ويقول سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطعي الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويؤكد القرآن الكريم ضرورة النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعلى مقتضى سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيك ويسلموا تسليما ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقد نهى الحق سبحانه وتعالى وحضر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه فليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم وردون ويقول سبحانه ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ويقول سبحانه ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويقول سبحانه ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أمدا وبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن كل توجيه يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي نوحى حيث يقول سبحانه والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطف عن الهوى إنه إلا وحي نوحى وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يدعون لما يحيينا حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقد جعل الحق سبحانه طاعة رسوله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم سببا لمرضاته عز وجل وحبه وبابا لمغفرة الذنوب فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ويقول صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها إحداها قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه والثانية قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه الثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه ولذا قال صلى الله عليه وسلم رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين ونقل ابن رجى بن الحنبلي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وعن أبي داود السجستاني أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين والحرام بين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله الأعمال بالنيات وقوله الدين النصيحة وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولا يجادل في مكانة السنة النبوية المشرفة وحييتها وعظيم منزلتها وعظيم منزلتها إلا جاحد أو معاند لا يعتد بقوله فقد أجمع أهل العلم على أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع ومن ثم كانت العناية الفائقة بها حفظاً وروايةً وتدويناً وتخريجاً وشرحاً واستنباطاً للأحكام غير أن وقوف بعض قاسر الفهم عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانغلاق في كثير من القضايا وهو ما يجعل الحديث عن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمراً ضرورياً وملحاً لكسر دوائر الجمود والانغلاق والتحجر الفكري ولا شك أن السنة جاءت شارحةً ومبينةً ومتممةً للقرآن الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويقول سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك با لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ويقول سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً فقد ذكر الحسن البصري والإمام الشافعي رحيمهم الله وغيرهما من أهل العلم وكثير من المفسرين أن الحكمة هنا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحدث العلماء والفقهاء والأصوليون عن حجية السنة حديثاً مستفيضاً يقول الإمام الشافعي رحمه الله وضع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرده وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به فقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه اتبع له الإيمان بالله ورسوله فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً حتى يؤمن برسوله معه ويقول رحمه الله لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابن حزم رحمه الله في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المأكل وصفتي الذبائح والضحايا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس والعمر والصدقات وسائر أنواع الفقه وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشوكاني رحمه الله اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت القرآن وأتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذيناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر ويقول والخاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام ويقول الألوسي رحمه الله أطيع الله أي إلزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه وأطيع الرسول المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضا وأعاد الفعل وإن كان الطاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن وإيذانا بأن له صلى الله عليه وسلم استقلالا بالطاعة لم يثبت لغيره ويقول الأستاذ عبدالوهاب خلاف رحمه الله السنة إما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة لما جاء في القرآن مجملا أو مقيدة ما جاء فيه مطلقا أو مخصصة ما جاء فيه عاما فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ولم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة ولا مناسك الحج والسنن العملية والقولية هي التي بيّنت هذا الإجمال وكذلك وأحل الله البيع وحرم الربا والسنة هي التي بيّنت صحيح البيع وفاسدة وأنواع الربا المحرم والله حرم الميتة والسنة هي التي بيّنت المراد منها ما عدا ميتة البحر وغير ذلك من السنن التي بيّنت المراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه وتعتبر مكملة له وملحقة به وتأسيسا على كل ما سبق من نصوص القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يتضح لنا إجماع أهل العلم على عظيم مكانة السنة النبوية وعلى حجيتها شارحة ومفسرة ومبينة ومتممة لا يجادل في ذلك إلا جاحد أو معاند أو شخص لا حظ له في العلم ولا يعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر ترجمة نانسي قنقر